بصوا يا جماعة الشيخ خايت بيقول النص النص الشريف كلام سيدنا النبي الحديث النبوي بيقول انه في بعض الناس حفظت بعض الاحاديث مش كده يا مولانا ايوه نعم واسقطوها في غير موضيعها صوت كده نعم نعم وانت بتقول عملوا مشكلتين اتنين عملوا مشكلتين اتنين ايوه ظلموا النص ظلموا النص ايوه وظلموا المعنى يا قوة الله ظلموا المعنى بانهم قيدوه او اطلقوه بنص حديث ليس له حتى الامام القرطبي كان برضو بقول كده عن النص القرآن بقول من الجرائم استخدام النص القرآني في غير ما وضع له بيؤدي بقى الى ايه النص القرآني قد يوهم ظاهره تقييد ما اطلق او اطلق ما قيد او تخصيص ما عمم او تعميم ما خصص في هذه الحال يتوهم العوام الى انه النص نزل لهذا ولا يجوز ان يصرف لغيره ناخد مثال ايوه في كما في سورة الاقمان ومن الناس ما يشتري لهو الحديث اه ليضل عن سبيل الله بغير علم حالو النص كده بظاهره واضح تماما واضح الدلالة على ان النص يحتمل كل واحد بيحاول انه يكفر الناس لانه قال ليضل عن سبيل الله بغير علم ومن الناس من يشتري لهو الحديث يبقى عندنا ناس بيشتروا لهو الحديث اه بيعملوا بيه قال ليضل عن سبيل الله بغير علم يبقى ليضل عن سبيل الله دي القصد هنا استخدام هل شراء اللهو الحديث في حد ذاته اه محرم ولا شراء اللهو الحديث ليضل عن سبيل اللهو المحرم طالما علل بحكمة وعلل لسباب ايوه لابد ان يبقى مقيدا لهذا السبب فاذا زالت العل ثانيا واحد يبقى معنى كده ان اللهو الحديث ما هوش حرام شراء في حد ذاته مش حرام امتى يبقى حرام لهو الحديث لو كانت نيتك انك تصد بيه عن سبيل الله لو كان بنيتك انك تتحجب الناس عن طريق الله لو كان من نيتك انك تستخدم لهو الحديث عشان تشوش على القرآن عشان تمنع عن السنة عشان تحارب الدين عشان تحارب الايمان عشان تتهكم على العلم عشان تتطول على الشريعة لا ده كده الحساب انما اللهو في حد ذاته اللهو المباح مباح مباح بدليل انه بيقرنه بالمباحات من الاعمال فينه كلام ده انما الحياة الدنيا لاعب ولاهو وزينة اه بالضبط شو بقى بالراحة كده بنقدر نفهم النص ازاي والقرآن اقر اقر ان الصحابة كانوا يتعاملون باللهو في سورة الجمعة قال تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا ايوه يبقى قرنها بالتجارة ما هو او حرف من حروف العطف ايوه نعم او لهوا ان انفضوا اليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صحيح هل التجارة في حد ذاته حرام؟ اهو شفت حد شئول كده التجارة لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن طراض منكم بالتجارة حلال